احكي لي ازمة مثلا شريف اكرامي مع الجمهور شريف تهاجم كتير مع انه حارس كبير وحارس مخضرة ومحارس خبرة وليه رصيد لكنه تهاجم كتير في الفترات والله يبصي هو في اوقات كتير بيبقى الهجوم في قسوة شوية الهجوم بيبقى غير مبرر الهجوم بيبقى مجرد ان هو ابن الكابتن اكرامي وده الواحد بدأ يلاحظه كان شوية معسل مع ابن احمد دلوقتي او ابن الكابتن شوير مصطفى بتلاقي حتى هم الولاد لسه ما عملوش حاجة بس تلاقي الهجوم شغال بغد؟ اه طب ليه بقى؟ هو كده يعني ما لو حارس يعني الناس ما بتشوفش دي يعني بيقولك مجاملة وبتاعه خلاص؟ اه طبعا اه طبعا اول حاجة بتتقال اه ده اه ده مجاملة ده ابناء العاملين ده توريس ده مش عارف ايه كل ده بيتقال يعني بس الكرم بفهش الكلام ده يعني والله يعني الفيس قريب قوي يعني نزلت سورة لأحمد ومصطفى شغير مع الشريف كانت متصورين سورة جماعية كانت تلاتة مع بعض يعني نالهم الحب يعني والله اه طبعا اه فعايز اقول لك ان شريف اكرامي ده يعني شريف ده يعني اه اه تعرض لضغوط كتير قوي قوي وتعرض لانكسارات وامنها بشكل لانه هو لو مش قوي ومش شخصية قوية عمره بيقوم من دي الله طبع الانكسارات اللي تعرض لها ده يعني انا فاكر مسلا في سنة الفين وتناشر احنا خدنا بطوط افراكيا اه وعمل اداء متميز يعني كان فيه هدف خطأ من شريف في المبارا اللي قتعدين في واحد واحد في مصر اه وحنا هناك كسبنا تن واحد احنا بين الماتشين ده كان فيه اسبوعين مش عايز اقول لك الهجوم اللي حتعرض لانه بالذات انا وشريف يعني اه وشريف وقف على رجليه ولعب المبارا اللي هناك وكسبنا تن واحد وكان نجم المبارا هناك ده مسلا يعني ده موقف موقف مسلا مع مارتين يول من سنتين اتنين لما برضو خرجنا من افراقيا فزي ما احنا شريف خرجنا من افراقيا النادي الاهلي في تاريخه حوالي اربعين سنة بطولات افراقية ما اخدش الى اربعين بطولة اه يعني من فهوض الطبيعي بقى عندك بطولتين لو بتكلم على سوبر او سوبر لسه اخي في العشرة خمشة سنة انما في النهاية انت عندك واخد عشرين بطولة فمش كل اله انا بتكلم عشرين في قناة خمس بطولات من العشرين دول مشارك من نسبة تمانية وتسعين في المية احمد عادل لها بما تشاهد ان يكون فضلية النهائي هناك وهنا كان شريف مصاحب وبطولات دوري عام كتير وبطولات كاس مصر وكاس سوبر فشريف اكرامي مشارك بطولات كتير جدا بس دايما دايما بتقال على انه مسلا حارس مارمى الاهلي غلطاته بتبقى عليها ضوء جدا كل الحراس بتغلط بس الاهلي دايما حراسه تحت الضوء بالزيادة اللي هو ده بص ده كان لو طلع كان اخدها طب ما بقى لك بقى لو الكرة مسلا عدت تحت رجله مش عارف نزل عليها خطاء بتبقى الى حد كبير يعني خطاء في مهارة ممكن يبقى فيه اطمئنان شوية للكورة ممكن تركيز يقل لي شوية بس وارد يعني لما هنكلم على الحراس مارمى في احنا لسه كاس عالم لسه خلصان من كام شهر لو نكلمنا على اه طب بطولة اوروبا الاخيرة دي لو كلمنا على كاريوس مع ليفربول خطائين مش ممكن لو كلمنا بقى في بطولة اوروبا المطش النهائي بطولة كاس عالم ده عامل بطولة مفروض كويس من خلال طبعا ضربات الجزاء واهل في الوقت ومطشين ضربات الجزاء طب شوف النهائي داخل فيه اربع هدف منهم يعني منهم حاجات بتاعته جدا طبا ولورس نفس الكلام غلطة برضه في كورة بيوقفها وبيرقص تقطع منه تيه واخد بقى كان هيك وده احسن حارس في البطولة لو لا الهدف ده خدها كورتوه فعلي دقولك ان نوير الرجل يعني ده كان بيهرج يعني ده ده مش خطأ ده تهريج انه ياخدوا الكورة ده ده نوير معدل للتين السردباكين مم يعني نوير قدام السردباكين والسردباكين هم اللي ورا مم تسقطع منه في براطب كوريا ويجي جون تاني فعايز اقولك ان الاخطاء دي كتير بتحصل ناس ومن حراس مهار مكبار مم شريف اكرامي ده لو كلمنا في يعني نكلم في الفين وثلاثتاشر يعني شريف اكرامي واخد في في الفترة دي حوالي تلات سنين افضل حارس في مصر هم صح ناس بتنسى ده بطولة الفين وثلاثتاشر دوري عام الفين وثلاثتاشر احنا خدناه فرق هدف هم اللي هو اسموحة وزمالك وبترجيت في الدورة المجمعة اه 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 البطولة دي احنا طبعا بتطلع من المجموعتين من غير ابناط ومن غير اي حاجة بتطلع لسه كده معاكش لابعاك اه لا معك اهدفها دورجديد فانت تعديلت انت كسبت الزمانك او من غراء واحد سفر واحد صفر بالضبط سموحة كسب اربعة صفر مااشي انت بتلاعب اترجيت قسموحك lilعب الزمانك سموحة كسب هكريف اتنين واحد اهو سموحة عنده كم هدفة ستة وعليه واحد بقى ستة وعليه واحد وانت عندك واحد احنا رينا واحد اه ما تسب لترجيت ده احنا نشط الاول سفر سفر اهو شرط الاول سفر سفر. ماشي. تيجي الشرط التاني. دنيا اتقلبت وكسبت اربعة. كسبنا اربعة المهورة دي. كسبنا اربعة. اه. سموحة جاله ودربتين جزء اه بترشيتي جاله ودربتين جزء في درب الجزء في شرط الاول ودرب الجزء. لو دخل درب الجزء واحدة. خسرت. اه. انت اخي مهورة عديلت مع سموحة سفر سفر. اه. فانت جاي بخمس اهداف. ومعليكش حاجة. اه. فصافي بتاعك كم? خمس. خمسة. سموحة جايب ستة. وعليه واحد صفي صفي. لأ لأ عليه اثنين. علي جمّا لا عليه واحد. علي واحد من زمنك. اه. انت معليكش حاجة. اه. فانت كان عليه اه. وكان جايب كان كسبان اه لأ كان وعليه هو جايب خمس. غالبا كان كسبان بيترشيات اربعة واحد برضو. تقريبا اربعة واحد. داخل في جول. لان هو كان صفي اربعة. ماشي. واحنا صفي خمسة. اهنا صفي خمسة. انت تعادلت معا. هي بقى صفل بتاعها اربعة. اه. اربعة هي بقى زينة زي سموح. بس سموحها جايب اهداف اكتر. بس سموحها جايب ستة. فيكسب الدورة هوا. ياخد الدورة. اه. فلولا شريف صد ضربتين جزاء كانت ضربة جزاء داخلت واحدة. انا اخو بقى احنا جدنا تلات اهداف. اه. والبقى موتش كان باقي عليه حولي خمس دقايق. اه. فانا انا طبعا قاعد عامل اه يعني حسبتها وانا قاعد على ورا المرمى كده زي ما روحت الله احمد عادل في الكون فيدرالية. اه. قلتوله اشفيف احنا محتاجين نجيب جون. اه. نتعادل مع اسموه حناخد الدورة. اه. قال لي بجد. قلت له والله. قال لي انت حسبتها ازاي قلت له محتاجين لازم نكسب اربعة. اه. لازم نجيب جون كمان فاندوس شوية. اه. احنا جبنا التلاتة. اه. فخلاص ما جيت التلاتة فكر بقى. طبع. يعني قبلها ما كناش بنفكر في علامة عشان نكسب اربعة دي برضو. صعب انت كنت عايز تكسبه خلاص. عايزين نكسبه خلاص. عشان حتى ايه? يبقى نكسب سموح ناخد الدورة. بالزبط. فلما جات تلاتة. فالدنيا قربت. اه. فانا قلت له حتى عددك وحنا قلت الايوب وقلت له يا جماعة تاجين جون نتعادل مع اسموه ناخد دورة. اه. انا قلت له. اه. فلفت له شيف زي بولك يا كابتن كريم وقلت له شيف احنا عايزين جون كمان ناخد الدوري. اه. لو تعادلنا مع اسموه. اه. فاقرش شوية وحاول ان احنا طبعا بس هم حاجة ميجيش فينا. طبعا. ربنا كرابنا وجبنا الرابع. اه. خلاص. فتبقى. فعندنا خمسة ولينا. معلكوش حاجة. اه. ستة بنت. اه. فجينا في النهائي فعلا تعادلنا مع اسموه واخدنا البطول. اه. فدي بطولة دي بطولة شيف اكرام. طبعا.